أكد الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة لسيما في ظل ما تقدمه من حوافز غير مسبوقة مثل رخصة ذهبية وخلال اجتماعي مع وزير التجارة السعودية ماجد بن عبدالله القصبي استعرض مدبولي الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر مشيرا إلى البهود الحثيثة التي تم بذلها في هذا الملف حيث تم حل عدد كبير من هذه المشكلات وجاري العمل على حل ما تبقى منها وأضاف مدبولي أن مصر تجاوزت أزمتها الاقتصادية ولكن لا تزال هناك صعوبات وتحديات نتيجة لتطورات الإقليمية الراهنة التي تلقي بتبعاتها على المشهد الاقتصادي المصري